سيدي من القاهرة السيد علي عبد المنعم أنا سألت عمان هل القراءة عادة أضيف إليها هذه القراءة عادة وقدرة بمعنى أنك تعمل في مجال النشر هل القدرة على اقتناء هذه القتب الآن هي أحد أدوات تأصيل هذه العادة مساء الخير يا فندم هي القراءة زي ما تفضلت أستاذتنا هي قراءة عادة مرتبطة نوعا ما بالقدرة ولكن ارتباطها أكثر بالإرادة يعني ممكن نلاقي في بعض الأوقات مثلا في أسر متوسط داخلها مش الداخل المناسب وده على مدار تاريخنا يعني موجود من وإحنا أطفال صغيرين كن ممكن تقرف في جريدة قديمة وإنت بتاكل في حتة أو يعني مش مرتبطة بالداخل قوي لكن مع اقتصاديات التغيرات الاقتصادية الكبيرة اللي حصلة في العالم ابتدت ده المردود الاقتصادي والتأثيرات الاقتصادية بتأثر عليها كصنوعة زي صناعات تانية كتير بتتأثر بالأوضاع الاقتصادية أو الاستراتيجية يعني اللي بتحصل حوالينا في أي منطقة أو في أي مراكز توطر بيبقى ليه تأثيرات سلبية طبعا فمن ضمنها بيتأثر حالة صناعة النشر لكن كعادة ما أعتقدش أنها بتتأثر لتعود على القراءة منذ الصغر بيكمل تحت أي ظروف ومعطيات بتحصل في بعض الأوقات في فترات الدول دي حراقات ثقافية نتيجة ثورات أو نتيجة حراقات ثقافية كبيرة أو تغييرات سياسية كبيرة دي بتشجع الناس إنها تقرأ أكتر الثورة التكنولوجية الهائلة اللي حصلت في آخر عشر سنين أو آخر حداشر سنة برضو مؤثر كتير زودة معدلات القراءة بنسبة كبيرة وعندنا في المنطقة العربية كمان بنسبة أكبر يعني في آخر سنتين ظهرت دولتين الجمهورية المصل العربية والمملكة العربية السعودية من ضمن أكثر عشر دول في معدلات القراءة يعني مصر احتلت المرتبة الخامسة والمملكة العربية السعودية احتلت المرتبة العشرة بعدما كنا بنسمع تقارير إن مفيش حد بيقرف الوطن العربي لا يحنا في آخر عشر سنين وادحديدا آخر سنتين لا زاهر دولتين من ضمن العشر دول الأكثر قراءة وفيما يتعلق بهذه الإحصائيات هل نمتلك إحصائيات كنا قديما نسمع أن العالم العربي مثلا يقرأ نصف صفحة في السنة مثل هذه الشائعات إن كانت صقيحة من أين يأتوا بهذه الأرقام وهذه الإحصائيات ويعاد تصنيف الدول القارئة يعني أنا أقرأ ولكن من يعلم أنني أقرأ يعني ده سؤال مهم إحنا عندنا مشكلة أو أزمة في أزمة صناعة النشر في الوطن العربي إن إحنا كعرب لنمتلك الإحصائيات الدقيقة عن صناعة النشر فده بيخلي أي حد تاني يقول أي حاجة تبقى مصدقة مع زيادة النمو اللي حاصل في التجارة الإلكترونية سواء كانت كتب ورقية بتباع من عبر متاجر إلكترونية عن طريق التوصيل والشحنة ومشابه ذلك عن طريق منصات القراءة الإلكترونية عن طريق منصات الكتب الصوتية أعتقد الرقمنا حلت الموضوع ده بشكل كبير فهتلاقي الإحصائيات بقت أكثر دقة وعلى رغم من كده برضو إحنا لا نمتلكها يعني دي هتبقى مملوكة للجهات الأكثر تركيزا في ده لكن من أهم معوقات صناعة النشر في الوطن العربي على كل محاورها وعلى كل إصحاب المصلحة فيها تلاقي ما فيش إحصائيات دقيقة نهائيا يعني ودي أزمة كبيرة ترجمة نانسي قنقر